طبعاً بلا شك يعني طول ما أنت تكسب نتيجة المباراة وتأخذ العلامة الكاملة أكيد المدرب نجح صح كان أكو بعض يعني نوعاً مع علامات استفهام على الأداء بالمباراة الأولى والأسلوب والتشكيل وأيضاً بعض اللاعبين قدر أنه يصحح هذا إذا كان مدربين حسب المدرب قدر أنه يصحح أخطاء قدر أنه يعالج المشاكل اللي صارت إنه الفنية داخل الملعب سواء بالأسلوب وطريقة اللعب ونوعية اللاعبين نختار اللاعبين أفضل من ما كانوا بالمباراة الأولى قدرنا يعني نطلع بنتيجة إيجابية وسكور عالي بمباراة الثانية وهذا الطبيعي يعني أنا أكثر من مرة صراحت قلت أنه الدور الأول نعبر الفرق بسهولة جداً أتمنى أنه حتى مباراة أندونوسيا المقبلة ومباراة فيتنام أتمنى أنه نظهر بأداء جيد حتى نعبر يعني للدور الثاني نكون نحن بجاهزية تامة ونكون بأداء أفضل لتكون روحيتنا أحسن يكون وضعنا أفضل إن شاء الله في سبيل تحقيق نتيجة إيجابية بالدور الثاني والتأهل مباراة الأولى دخلها الطريقة والمباراة الثانية دخلها الطريقة الثانية هذا التنوع على خططين يأثر على اللاعب؟ شوف كل مدرب إلى فلسفته وكل مدرب إلى وجهة نظر وكل مدرب إلى رؤيته وحسب ما يشوفه هو داخل المباراة وضد الفريق المنافس فلازم أنت تحترم رؤيته لازم أنت تقتنع بالأدوات ولازم تقتنع بالإسلوب اللي يقتنع لأنه رؤيته الفنية وقناعته باللاعبين تختلف عن الباقين المحللين المدربين يعني تختلف عن الناس فأنت لازم تؤمن ولازم تقتنع طول ما هو ديفوز وطول ما هو ديمشي بالطريقة الصحيح فخلاص هو موجود المباراة اللي بالبصرة فزناها واحد صفر اللي فزناها لأرض الفلبين فزناها خمسة تحس أنه حضور الجمهور العراقي سبب ضغط على اللاعبين بالمباراة الأولى؟ لا 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 بالعكس الجمهور هو الداعم للفريق وتاعم لللاعبين بس هو سلوب اللعب نوعية اللاعبين طريقة اللعب أيضا هيكلة الفريق سيستم الفريق داخل الملعب هو اللي ولدنا يعني هاي المشاكل الفنية بالمباراة الأولى بالعكس دائما هو الجمهور يمكن قبل ما تدخل للمباراة انت فايز بسبب هذا الجمهور يعني هم يعني الرقم الصعب اللي موجود بكل المباراة أتمنى أن يكون الاختيار منطقي للأفضل وللأجهز وأتمنى أنه نختار لاعبين يعني يكونون يعني قادرين على 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 يعني فرض اسلوب المدرب وطريقة اسلوب كأساس حتى ننجح معامل نتأهل إلى إن شاء الله لنا يا الكيس العالم